اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة او حتى مرضى دور العضلات او الناس اللي عندها اوتزمة او توحد نقدر من خلال التأهيل الماء ان احنا نقدر نساعدنا طب مين يقدر يساعدنا بده مش هلاقي افضل من الدكتور احمد محسن نصرى خبير التأهيل الماء ارياضي ومحاضر بجامعة دوبر الامريكية العلوم ارياضة مشكورة اهلا وسهلا بي اهلا وسهلا بي اهلا وسهلا بي وانا ممسوط جدا ان احنا هنتكلم فيه نهاردة فابدقي كده عشان بس سادر المشاهدين لسه الاسم جديد على عليهم ايه هو التأهيل المائي اه بسم الله الرحمن الرحيم هو مبدئيا التأهيل المائي اه من اقدم انواع زي ما حدقت فضلت وقلت اه من افضل انواع اه تأهيل طبيعي طبعا مع الثورة الصناعية اللي حصلت في الفترة اه منتصف القرن الماضي اه ناس لاجئت كتير للاجهزة و اه يعني اه يعني اجهزة كتير دخلت في موضوع العلاج المائي اه اه بالزبط كده كله بقى فيه اجهزة اكتر كله من الناس كانت تروح تمام يا فندم بالزبط اه بدأت الحاجاتها الطبيعية ترجع تاني زي الاول وكان هي اأمانهم اه التأهيل المائي اأمانهم على الاطلاق وهو عبارة عن مجموعة من التدريبات البدنية مم وبتتنفس داخل الميا طبعا اه الميا دي لها شروط معينة ولا حاجات معينة مم اه لكن هو ببساطة شديدة هي مجموعة من التدريبات البدنية بتنفس داخل المياه اه عشان المياه اصلا ليها اه جانب كبير جدا اه اه اولا جسم الواحد في المياه بيقل التلتين يعني لو سيهي مثلا واحد وزن 90 كيلو في المياه وزنه أقل من 30 كيلو فيقدر ان هو يتحرق بسهولة وينزل بسهولة ويعمل بالضبط كذا بالضبط كذا اه فبيتعامل معه حالات كتير جدا بشكل مباشر وحالات منها بشكل غير مباشر وحالات كتير منها برضو بشكل مباشر وغير مباشر ريس السؤال بقى المفترض اي حد هايسأله دلوقتي مين الذي يلجأ الى التأهيل المائي الرياضي تمام هو لازم نتكلم جانب علاجي وجانب تأهيلي الرياضي طيب العلاجي بيلجأ لي بالحاجات المباشرة الناس اللي هي عندها مشاكل مباشرة في العضلات يعني الناس اللي عندها مثلا دمور عضلي اللي عندهم مثلا مشاكل مفصلية زي الرباط الصليب الغضروف او الغضروف الهلالي الناس اللي عندها يعني عجاجات قوامية عندها تشبهات قوامية لأسباب بقى إذا كانت خلقية بيش الأطفال أو حاجات زي كده بالضبط كده فاندب وفيه ناس اللي عندها مثلا نتيجة إصابات مثلا رياضية اللي يتعامل معهم بشكل مباشر أي إن كانت بقى الإصابة عضلية أو مفصلية يتم التعامل معها طبعا تحت إشراف طبي كامل مقويس وأحسن من استخدام مثلا الجيم أو استخدام عمليات أخرى يعني عشان نوضح بشكل كبير هو احنا عندنا الجانب المائي جزء في دلوقت حتى في دولة متقدمة جزء ما يتجزأش من جانب التأهيل يعني بيتعرض هو للعلاج الطبيعي العادي وبيتعرض للعلاج يعني أغلب اللعيبة دلوقتي بتسافر ألمانيا الجزء منهم بيبقى جانب جراحي وجانب العلاج الطبيعي وجانب اللي هو التأهيل المائي ده أغلب اللعيبة لو حضرتكم متابعين الرياضيين عموما الرياضيين عموما بيلجأ لها عشان سرعة رجوعه للملاعب وحاجات من هذا القبيل الحاجة بيسموها الاستشفى تقريبا بالضبط كده يا فاندي تمام وهي نسبة سرعة رجوع الشخص لحالة الطبيعية بتبقى تأهيل المائي دي تأسير كبير جدا بالذات النسبة الترفيه والترويح عليه عالية جدا لأنه هو جانب الترفيه بتاعه بيخلي الشخص حابب يروح غير تعرض للعلاج الطبيعي العادي طبعا لمميزاته الكتير لكن الجانب فيه الحالة بتمل فيها من الجانب الحالة بتاعت الحالة نفسها يعني بيبقى حابب أنه هو يحضر في المياه ده غير أن المياه حضرتك أي حد حران بيخش ياخد شاور بيبقى بيطلع الفريش وفي نفس الحكاية لو هو ساقين بيخش ياخد شاور بيطلع الفريش يعني المياه سكنت بردة أو كانت دافية لاها مميزاتها من الجانب ده ولاها مميزاتها من الجانب ده أنا بخاف من المياه تمام هل للناس اللي بتخاف من المياه بيقدر نعمل معاهم إيه؟ عشان ننزلهم والمياه مش خايفية هو فيه فرق حضرتك بين السباحة وبين التأهين المياه بأس هو ده السؤال السباحة جزء وطبعا عشان كده برضو نأكد كلامنا أن عشان كده لعب السباح هو أفضل جسم في أكسام الراضيين على الإطلاق وطبع تمام ده عشان ميكينكية جسمه في المياه أفقية أما بالنسبة لأي لعبة تانية يبقى وضع رأسي الجذبية الأرضية لها دورها الكبير في التأثير على اللاعب يعني لو خدنا ببساطة كده أي لعبة لها مميزاتها المطلقة لكن عندها بعض العيوب اللي هي مثلا تلاقي لعاب الكرة عنده خشونة على الرجبة بعض الألعاب يبقى فيها مشاكل بترتب عليها من كتر احترافياته لللعبة لكن السباحة جزء مختلف خالص أقل نسبة سلبيات موجودة في الألعاب كلها طيب هنروح بقى التأهيد المائي حضرتك لما بتنزل البول اللي في الماء ده طبعا هو ليه موصفات مختلفة عن البول بتاع حمامات السباحة تمام ده كله متوفر ومنوجود في مركز أكوص بعض أيوا فانا بالضبط كده المركز عندنا مجهز لاستقبال العملاء وأنا بنقول عليهم عملاء مش حالات يعني عشان بنقول عليهم عملاء مش حالات كان بترفيه أكثر منه يعني هو أكيده داخل جيم داخل جيم يعني فبيجي هنا الماء هنا لازم تكون المصطلح نفسه مهم بالنسبة للناس بزبط فانا حتى لو بتعامل معها بتعامل معها على أساس أنه هو عميل قدمة العملاء بتواصل معها على أساس أنه هو عميل مش أنه هو حالة تمام فالمية بقى مواصفاتها إيه أولا المية في حمامات السباحة للسباحين تبقى درجة حرارتها مثلا من 18 درجة مقوية إلى 24 درجة مقوية تقريبا أما بالنسبة للتأهيل المائي والعلاج المائي بيجبقى درجة حرارة المية من 29 درجة مقوية إلى 32 درجة مقوية ويبقى داخل وكمان المكان بيبقى اندور مقفول كله بيحس أن ما فيش أي طائرات حوى بيتعرض ليها وإحنا هنا لما نقول كلمة تأهيل بطبع إحنا بنقصد به تحتي كلمات كتير اللي هو منها السباحة نفسها ومنها بقى أنا بتعامل في المركز عندنا مركز أكوة سبا من أول سن الرضع من أول سنة ثلاث شهور بنبدأ نتعامل نبدأ نتعامل فيه يعني مثلا لو طفل مثلا عنده نقص مثلا في الأكسجين أو الناس اللي حصل لها مشاكل أثناء الولادة ده بيقدر أنه يجي لكم فنحل المشكلة من بداية لو تحت إشراف طبي بيبدأ يجيلي هنا لما الدكتور يعني الطبيب البشري يبدأ يقول أن ده يبدأ يتعرض للعلاج الطبيعي والتأهيل المائي نبدأ أنا نتعامل معاه طبعا بيجيلي ريبرد من الطبيب البشري بيقول أنه هو محتاج 1-2-3 ومحتاج وبيشوفه هو بعد فترة يعني مركز أكوى الظواب يشتغل تحت إشراف طبي بيجيلي تقرير عن لازم يجيلي تقرير العميل بقى مشاول الحالة تقرير عن العميل الزبط كم أنا هو بيتعملش مع مع عميل إلى لما بيكون جايب لي تقرير طبي كامل تمام وفيه تقرير طبي تاني جنرال ده عشان نتأكد أن جسمه يعني هستروهلز التاريخ المرضي بتاع ده جزء وكمان الجزء التاني اللي هو لازم يكون نعرف أنه ما عندهوش أي أمراض معدية جلدية أو ما عندهوش جراحات في جسمه لأن المياه تبقى تبقى غلط عليه يعني كده المرضى هو بقى فيه اهتمام بالضبط كده يعني مش أي حد ينظر ويدخل خلاص بيوبابينيو بين العميل اللي عيشوا فلازم آه خلاص تتم بيوم كل الجوانب آه متحدة تشايف الفيروس بتنتشر آه ماذا تتكلم بهم حنا بيلموا فيروساتنا بالضبط كده بالضبط كده فأنا الميا دي درجة حرارتها زي ما قلت الحدك من 29 درجة مقوية ل32 درجة مقوية ماذا معنى الدرجة دي؟ لأن دي الدرجة قريبة للجسم الإنسان آه وفي نفس الوقت هو بيبقى المياه الدافية اللي هي جانب تحفيزي للعضلات أن هي تقدر تشتغل بكفاءة عالية أما المياه البردة العميل حينفر منها أولا ثانيا حتأخلي جهزات العضلة في الحركة بالذات اللي بتعمل مساج للعضلة بالضبط كده فأنا تدريك مستمر للعضل هو الميزة المطلقة للمياه أن هي تدريب وتدليج في نفس الوقت آه ده غير أن ميكانيكية جسمك في المياه مختلفة عن الأرض فحضرتك لو بتفزل يعني بترفع رجليك وانت واقف برا المياه من زي هو حضرتك في المياه انت بتعمل مقومة وانت بترفع بتعمل مقومة وانت بتنزل آه وكمان اللوت قليل على حضرتك بتقدر تنفذ التمرين منتهي السهولة بالمصرف أو كده بنروح البحر بنوبة نبذلوا مقود كبير جدا آه ونطلع عشان كده أغلب الناس اللي بتنزل مياه تطلع جعينة عشان هي بتبذل مقود كبير وبتحرق فبتطلع عايزة فممكن وقت أقل مثلا تلت ساعة نص ساعة هو وقت السيشن تقريبا ما بزدتش عن نص ساعة وقت السيشن نص ساعة آه وقت السيشن كله نص ساعة تقريبا يعني جايز آه إلا لو فيه فترات راحة منزودوها كبيرة طبعا ده حسب الحالة يعني ونقوله وقتها محتاجين وقتها أكتر أو أقل كده كده كل ساعة موجودة في المركز فيه عميل وبعده بيقبع فيه عميل تاني لأن كل عميل بيتبلغ بمعاد معين بما يتناسب مع موعيده هو يعني هو بينزل كل واحد لوحده؟ بينزل كل واحد لوحده مع المدرب لوحده لوحده؟ لوحده رجال ليهم وعيدهم السيدات ليهم وعيدهم وليهم مدربات آه هو الميزة المطلقة للمركز عندنا آه إن حضراتك بتكتب المعيدة اللي تناسب حضرتك وإحنا بنختار منهم معيد لإيه دلعب آه يعني دلعب عملة جدا آه من ضمن الحاجات المطلقة مثلا سي مثلا حضرتك وقت شغلك مش بينسبك غير بعد الظهر بتيجي في ست بيت تقولي أنا مش فاضي غير الصبح على أساس أن ولادي بيقبوا في المستشفى فأنا قاسب في المدرسة فبيتيجي هي الصبح على أساس أن ولادها في المدرسة فيه مدربات طبعا فيه مدربات آه إحنا ستف مدربين حوالي تأتي وعيشين مدربوا ومدربوا إن شاء الله آه الحمد لله كويس لو إلنا بقى ندخل بقى في الحالات اللي مركز أكوص بقى نشتغل عليها وجاني لها نتائج رائعة تقريبا عندي كثير آه إن شاء الله آه الحمد لله عايزين نتكلم عن أولى الحالات أو حالات مقص الأكسوجين أثناء الولادة وده لما بتحصل للأطفال تسبب لهم مشاكل كتير رائعي يبقى بعد كده طيب تمام هو حضرتك مبدئيا أي مرض بيبقى موجود أو مشكلة بيبقى لها درجات يعني في حالات بيبقى متدهورة قوي وفي حالات أهلها اتأخروا عليها كتير جدا كل ما بيبقى بيجيني بييجي بدري طبعا بيروح للطبيب البشري بيطلب منه فيه ناس تقول لك طب مش دلوقتي طب ممكن لما يكبر يحصل علاج لوحده مفيش حاجة بتحصل غير ما بيحصل تدخل تدخل طبي بالضبط كده فإحنا بنبدأ نتعامل معها بتاعت التقرير الطبي متاعه وأغلب الدكاترة طبعا بتطلب أن هي بيجي يشوفه تاني بعد شهر أو شهرين آه نول الفحص آه هو إحنا قلنا مميزات تتير عن التأهيل المائي لكن فيه حاجة بيشترك فيها مع العلاج الطبيعي أنه هو النتيجة بتاعته بطبة بطيئة نسبيا عن العلاج الكيميكالز اللي احنا بنكتوب خيش لأنها نتيجة دائمة آه نتيجة دائمة وطبيعية 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 فما لهاش أي يعني أي جوانب سلبية على جسم الإنسان بالعكس هي لو ما نفع ذاكش مش حتضرك غير الدواء الكيميكالز العادي ده لو حضرك خدته بيبترطب عليه أنه هو مشاكل لا نقدر الله في الكبده في كلا أي دواء بتلاقي كده side effect بتاعه العراض اللي أنا بيبتعته بيعمل واحد اتنين تلاتة اربعة خلطة ستا لو قرأتوهم مش يتأخذوا الدواء بالزبط كده فما حدش بيقرأه بالزبط كده فكلنا لكن العلاج الطبيعي وتأهيل الماء الرياضي أعتقد أنه آه يعني آه نورمال خالص يعني هو المياس اللي عندها حساسية من المياه أو عندها حساسية المياه بيقى فيها كلور زي حمات سباحة بالزبط كده فهم هي المياه فيها نسبة كلور طيب أنا دلوقتي أنا حد وعايز أعمل مكان كده المكان ده لازم بيتجهزه تجهيزات معينة جدا أولا احكلمنا في درجة حرارة المياه المكان ده لازم مساحته ما تقلش عن عرض متر ونص في طول مترين ونص خيس تمام طيب المياه بتاعته بتتعرض لبضخات مياه وحكا شبه الشاكوزي كده تمام لكن بيأخذ المياه من جواه ويديها جواه تانيه تمام ويتعرض لمكان معين بيسحب المياه بشكل أوتوماتيكي وبيأخذ المياه وينقيها وينظفها ويرسالها تاني دي مهمة بأنظف ينقيها وينظفها بأنظف من المياه اللي احنا بيشربه منها في الحنفاء تمام بعد ما بينقيها بيدخلها نسبة كلور بتاعتها اللي هو محتاجها زي مطور العربية كده بيحتاج بنزين زي الانجيكشن في العربية كده بيدخل كمية كلور اللي احنا عايزينها وبعد كده في بعض المواد التانية يعني مش عايزين نتوله عليك في الموضوع ده تمام وكمان ده بستر طول انا بس تحديد اقول للمشاهد المنظومة دي تشتغل ازاي اه لا في مواد كيميائية غير كلور عليهم من المشاهد يعرف المنظومة بتشتغل ازاي وطريقتها وايه العوامل اللي بتؤدي الى نتائج كويسة وايه طريق الحفاظ اللي انا بحفظ بيها على صحتك مش تدخلك بحاجة تطلع بمرأة بالضبط كده فندم بص حضرتك هو المواد الكيميائية دي بتطف عشان يعني اسميها بتوبة صعبة ويعني صعبة على ازن المشاهد بتحافظ على اه اه بتحافظ على جودة المية وفيه هيتر بيسخن المية وده ورده بيشتغل بشكل اوتوماتيكي مع المكان اللي بيسحب ويدخل المية تمام الهيتر ده بيتنه يشغل وبيفصل ويشتغل بشكل اوتوماتيكي اول ما بيقال لدرجة حرارة واحدة بيبدأ يشغل الهيتر اوتوماتيكي لحد ما يوصلها ويبدأ يفصل تاني ده بالنسبة لطبيعة المكان او المية بشكلها عامل ازاي وايه طريقة التنقية باعتها ازاي بيستقبل العميل وازاي العميل استقبال بقى العميل ده قصة بقى ده اهم الحاجة ايوه استقبال العميل بننصح بيها كل الناس الاماكن اللي بيستقبال ده لازم يكون حد اتشقار عالي قوي يعني يستقبل العميل بشكل محترم جدا اولا بيستقبله بيسمع منه كل المشكلة اللي موجودة عنده حتى لو ما تخصهوش لانه هو ممكن يكون عنده مشكلة نفسية يتطلب من الشخص اللي قاعد انه هو لو حابب بيعرضه على دكتور نفسي لازم يعرضه على دكتور نفسي لان فيه حالات مثلا زي حالات الجلطات الجلطات ده بيجي نتيجة زعل جات له جلطة نتيجة زعلة تمام؟ طول ما سبب الزعل موجود حيفضل المشكلة قايمة ويمكن تتضعب فانا لو اشتغلت معاه يبنا ممكن بتضيع وقت في سبيل انه هو عنده مشكلة تانية لا يمكن تتحل تمام؟ فانا لازم اوجه لو عنده مشكلة بزياد دولة لازم بتاع معاه مع دكتور تغزية يعني ما باشتغلش من جانب واحد دي اللي طول اعايز اقولها قليلا من المحترمون اللي بيتعاملوا بهذا المنطقة فكرة ان انا اشوف العيان او العميل العميل ايه المشكلة اللي ممكن تبقى عنده عشان اساعده في التأهيل وساعده في العلاج مش بس ان انا خدته وجالي وخلاص لا يمكن عنده مشكلة زي ما حالك بتقول مشكلة نفسية متدايق جابت له غلطة او عنده زيادة في الوزن فالازم تتابع مع حد ده جزء انا بحيك علي بصراحة الله يبرك لك شكرا انا بحيك وبحترم المركز وبدأت اللي هو فكرة ان انا خلاص انا لقى جامعة زولة ومركز اكوز دولة شوفوا المركز زالة انه اللي بيفكر بالطريقة دي وبيفكر بطريقة اعتقد ان هي دي الطريقة اللي بتساعد في التطوير وفي النجاح الله يبرك لك شكرا اولى الحالات اللي احنا ممكن عايزين نتكلم عنها عشان وقت الحلقة ما يرحشوا مننا عايزين نورى الناس بقى نتكلمنا كتير وقلنا ايه هو المركز وبيعمل ايه في حاجة عايز اصطفة تاني المركز يعني عايزت نوضح لحضرتك ان احنا بنتعامل مع جميع العمار السنية يعني العمار السنية بنتعامل مع جميع العمار السنية ونتعامل مع الرضع من سن ثلاث شهور اما اغلب الحالات اللي بتبقى تيجي المركز بتبقى نتيجة عندهم مثلا مشاكل مفصلية لها رباط الصاليبي والغضروف والرباط الهلالي وهكذا وتشوهات القومية عندنا برضو نسبتها كبيرة جدا عندنا الجلطات برضو نسبتها كبيرة تمام زيادة الوزن دول عددهم كبير جدا بيضرر نفذوا بالمية بالذات لما يكون عندهم مشاكل متفرعة المشاكل المتفرعة دي ممكن يكون عنده العظمة مثلا الشوكية عنده دوالي عنده امراض الروماتيزم المختلفة روماتيزم اه عنده حاجة تحول انه هو يقدر يقف على مشاية يقدر يقف بشكل طبيعي او يقدر يمشي بشكل طبيعي في المية طبعا وزنه اقل من التلتين فبيقدر ينفذ التمرين منتهى سهولة ومساعدة المدربة كمان المية سيفتي جدا يعني انت حضراتك لو انت وقفت في المية اللي هي ارتفعها ما بيقلش عن مية وعشرين سنتي ومش بيزيد عن مية وخمسين سنتي حسب طبعا الحالة وسعادة تقلها عن كده بس لما تكون في تمرينات التزان او كابل طبعا احنا بنتحكمه في المية زي ما احنا عايزين بالطريقة لانت بالطريقة لانت بقلت كمان تحت اشراف مدرب وده نقطة انه كل شخص مع مدرب ريفة خاص واقف معاه حتى ما يخلص التمرين نصف ساعة ساعة لاربع بيكون خلص التمرينة ناخد أولا حالات بقى عشان نحك كلمنا كتير بقى عشان نقول للناس دي حالتنا ودي النتاج بتاعتنا عندنا حال أولا حالة ناقص أكسجين أثناء الولادة رؤة رؤة وشعبين وشعبين طيب نشوف اول فيديو فيديو اللي قولنا هيظر مانع على الشاشة نشرح كده بقى بالزبط كده فنم هو هنا كل زي ما انت حدك شايف المدرب مع البيشن هنا وحنا هو دايما إيه اللي فريجلون ده اللي فريجلون ده ده أداة اسمها نودل أداة اسمها نودل النودل ده زي حضرتك كده زي العوامة كده ده حضرتك بيعمل أن ما فيش جزء من جسمك يختص في المياه بيحافظ على البلانس الموجود في فوق بالزبط كده فنم تمام هنا المدربة بتساعد البنت أن هي تقدر تنفذ التمرين طبعا الحالات اللي هي ناقص الأكسجين دي بيبقى عندهم ارتخاء شديد في عضلات الظهر ارتخاء شديد اه وكمان بيبقى عندهم ضعف كبير في الاتزان ده بيترتب الاتزان ده في الاتزان ده بيترتب نتيجة أنه هو عنده ارتخاء كبير في عضلات الظهر وعنده ارتخاء في عضلات الجانبية بشكل كبير ده غير أن القدرة العصبية الحركية بتاعته بطبة ضعيفة فبيقدر نفذها زي ما قلنا من شوية بيقدر نفذها في المياه بشكل كبير هنا الولد اللي هو في المية ده بيحاول يرفع ظهره عن مستوى المية لأنه حط وش في المية المية هتيجع على وشه وهو مش عايز كده فبالتالي هو بيرفع كتافه و بيرفع ظهره عشان يقوي العضلات العاملة على الظهر الطول بياخد كم سيشن أو بياخد كم جلس عشان يقفي نتائج لا يا فندم هو كل ما عدد الوحدات بتزيد بيبقى النتيجة أحسن بس بحدة أقصى خمس وحدات في الأسبوع وبحدة أدنى خالص ثلاث وحدات في الأسبوع طيب الحالة التانية عندنا حالة هو برضو بس التمارين بقى مختلفة يعني اللي عايز يشوف التمارين مختلفة لأن أغلب شغالين في المجال بيبقى الموضوع ده بالنسبة لهم جديد فحابب يشوف فيديوهات كتير بذات أنه هو على السوشيال ميديا أو على اليوتيوب التدريبات بتاعها توقليلة جدا فلازم يكون المدرب لسه هتكلم عن إمكانيات المدرب لأني أتكلم عنها مواصفات مدربين المواصفات اللي انت بتختار على السيس الامدرب أو المهالين لإيه بالضبط عشان روح لمدرب يكون يساعدني فعلا أن أتطور وأن أحسن عندنا الفيديو رقم 2 الفيديو رقم 2 ده الحالة حالة مين؟ حالة نقص أكسجين برضه شعبين برضو نفس البيجاهزوا الفيديو دلوقتي هيكون معنا على الشاشة الفيديو معنا دلوقتي من اثنين لأربعة تمام بالزبط كده حيث التمرين هنا زادت برفعه رجلية عشان البالنس بتاعه من نحة التانية هو يزيد وبالتالي هو بيبدأ يرايحطهشه في المياه وبعد كده أنا ضغطله على ظهره بحيث انه هو يقدر يرفع كثه الأطفال برضو نصف ساعة ولا أقل الأطفال زي كبار الأطفال زي كبار إلا أن الأطفال التحسن فيهم بيبقى أحسن لسببين السبب الأولاني أنه نفسيا الطفل هو بيفكر نفسه بيلعب غير أنه حضرتك لو شخص كبير لقدر الله وجاي أنت تعبان أصلا فيئة المكفين ومهروم بحاجات كتير الطفل مش بيفكر في الموضوع زي الكبير ومعنى كده ممكن يخدها رياضة بقى ويتعلم السلاح فيه ناس كده كتير وفيه ناس كده كتير المعنى فيديو الثالث الفيديو الثالث والرابع الفيديو الثالث والرابع دول نفس الشخص يتعرضوا وراء بعض بفيش مشكلة اللي هم احنا بنقاهل بس التمارين بقى مختلفة وصلوا لحد فيه دلوقتي وصلوا لهم كانوا بيبقى جايين في الأول عندهمش بالانس خالص مفيش اتزام مفيش اتزام حتى القاعدة ميبرافش عطو يعني بيبقى قاعد زي اللي قاعدين على الموبايل كده بيبقى موضطي قاول قدام ومعندوش بالانس معندوش تحكم في الأشياء دلوقتي احنا معنا الفيديو الثالث اهو لا ده الفيديو ده الفيديو ده برضو النفس ده دمور ده دمور عضلي ده دمور عضلي ده دمور عضلي تمام حالة اسلام ده حالة اسلام اه تمام وهنا بنشتغله برضو على عضلات الدهر اسلام 31 سنة 31 سنة تمام هنا بيمارس التدريبات المنتهي السهولة خالص اسلام عنده مشكلة كبيرة في البالانس دمور العضلات عندهم مشكلة في الكلام بشكل كامل حسب برضو درجة الإصابة حسب درجة الإصابة يعني الإسلام بيمشي لكن المشي بتاعه ضعيف جدا ومش موجه خلص وصل لحد فيه الإسلام وصل إنه فرد الجسمه دلوقتي أحسن بيقدر يقوم القاعدة كان لازم يقوم ميل جدا دلوقتي بيقوم بنسبة كبيرة جدا في تحسن في ظهره عضلات الظهر دي عضلات محورية جدا يعني هي شريان عضلات في الجسم فمن خلالها أنت حضرتك بتمشي بتجيب حاجة من أي مكان يعني هو بيحرك إيديك ورجليك هو ده الحاجة الأساسية عضلات الظهر دي أول حاجة بيشتغل عليها المدرب أثناء ريكرة اللي بيشتغل على العضلات إنه يحصل اتزام في العمود الفقري يحصل اتزام في الجسم في الحركة في الوان بالضبط كده عضلات الظهر هي المسؤولة الأول عن كل الكلام ده عشان كده فيه عملة كثيرة تيجي تقول لي أنا عايز نحسل بس رجلي عشان هي اللي أنت عندك لازم المصدر الغازة بتاع عضلاتك يطلع من عضلات ظهرك عضلات ظهرك استندوا بالجهة هي اللي تديك الاتزام وهي اللي بتكمل أي حركة أنت حضرتك بتعملها أي حركة أنت حضرتك بتعملها أنا آسف لو هنجيب كوباية المياه كده عضلات ظهري هي اللي رجعتني إننا رجعتني تاني عشان نرجع في مكان الطبيعي لو فيه أي مشكلة مش هقدر إننا نتحرك بالضبط كده لحد ما نجهز بقى الفيديوهات التانية فيها دربات خاصة طيب الفيديو السادس برضو إسلام ده فيديو إسلام دي مرحلة تانية بقى دي مرحلة تانية آه بينفس بها تملين للظهر هوت تمام أنا كل هدف إننا نرفع الكفاءة بتاعة عضلات الظهر والكتف اللي إحنا لسنا نكلمين عنها دلوقتي بالضبط كده فم عشان يقدر هو برضو يمد عضلات الطرفية بتاعته اللي هي الإيدين والرجلين يعني إيه الحاجات اللي مركبها في نفس الحاجات الجادسة دي نفس الحاجات نودلز برضو النودل دي هو المسؤول الأول عن ارتفاعه فوق مستوى الماء هو ده اللي مطمينه يعني آه هو ده اللي مطمينه آه أصلا شايفها في كل الفيديوهات إنه ده موجود الأفضل آه دي من أهم الأدوات اللي موجودة معنا إحنا معنا أدوات بسيطة جدا والأدوات دي ولازم تبقى بسيطة عشان تبقى على يعني قدام عينيك إنه هي سهلة وبسيطة ومفيش حاجات معطاة ومفيش تركيبات بقى وسلوك وكده لأ بيطبقى الموضوع صعب على العميد آه فيشعر كده إنه مضربة ده سهلة كإنه تنزها يعني بالضبط كده فان بالضبط كده كويس المدربين حد بنشو بقى الفيديوهات عشان عندنا بديوهات كتير ما شاء الله آه آه عايز أقول بس للمشاهد إن المدرب ده اللي بيدرب التدريبات دي هو إيه المواصفات بتاعه يعني زي أي منتج ليه مواصفات كياسية تمام أي مدرب له مواصفات إيه المواصفات بتاعت المدرب بتاعنا مركز أكوسبا اللي أقدر أقول إن المدرب ده حد كوالي فان تمام التأهيد المهاري تمام يا فان هو أولا إحنا بنعمله دايما إعلانات لاستقبال مدربين جدد لإن المركز بيتعامل بنظام الساعة ما بيتعاملش بنظام الشفت تمام بيتعامل بنظام الساعة كل ما يكون المدرب يعني كفاقته أحسن بيبقى بالنسبة لي يا نابونس بنجيبه أكتر لإن هو ده شايل شغل أكتر بجودة أحسن وماكسيمام شغل المدرب معي في اليوم ثلاث ساعة يعني عشان أحافظ على كفاقته وفي نفس الوقت ما يتعبش هو قدام العميل الرابع يعني اشتغل ثلاث ساعة في اليوم وما نشغلهش الرابعة بحيث أنه هو كفاقته البدنية والزهنية تكون عالية جدا مع العميل وعشانه أفاية بالزبط كذا مش ضغطه خلاص بالزبط كذا دي من أهم الحاجات اللي أنا بنتعامل فيها مع المدربين المدرب لازم يكون تربية رضية يعرف فاهم كويس جدا في التشريح فاهم كويس جدا درس الأناتومي كويس بالزبط كذا بالزبط كذا بياخد دورات على طول وده أنا بعمله جوه المركز يعني أنا بدي دورات جوه المركز بشكل تقريبا أسبوعي بناخده الحالات كلها وبنتفرجه على الفيديوهات زي ما حضرت كذا شايف وإحنا محتاجين نعدي الكذا وكذا وكذا وبينزب برنامج الأسبوع الجديد ده لو ما كانش ممكن مرتين في الأسبوع تدريب عشان تربع بالتفاية المدربين هو اللي بيحصل أنا بتفرج على الفيديوهات كلها بس طبعا بالشكل السريع مش بقعد وتفرج ساعة بساعة لا يعني كل سيشن معي بياخد معي سبع دقيقة فرجة تمام بتفرج عليه وبعديها بقرر إذا كان فيها هيحصل تعديد في برنامج أو حتى في المعاملة بتتغير وكمام مش بنبقى واقفة على مدرب معين لأن أنا عندي ستاب في مدربين كده كده بيتابعوا اللي بينزل على الواتساب طبعا سهل الموادع دي خالص فبنزل فيديوهات بالتعدلات بتاعتها بكل حاجة فالمدرب البقاء خطأ أو حاجة معينة في الفيديو فكرة المرأبة دي أو اللي بطبع مش تسيب المدرب كده بالضبط هو بيحبابها وبييجي ناس كتير جدا عايزة تترابع ومقابل أن هي تتعلم إزاي تتعمل في الزات المجال جديد يعني جديد نسبيا جديد نسبيا الأقل ما بقاش ما كانش فيه نوادي أو مراكز مخصصة للتعهيل الماء الرياضي بالشكل ده لعلاج الحالات دي بالنظام ده بالترتيب ده بخلينا ناخد فيديو تاني ونعلق عليه جاهز الفيديو معنا دي تدريبات خاصة دي تدريبات خاصة يعني حضرتك ده التامنين ده لو حضرتك عملته وانت واقف على الأرض من غير مية خلص تمام حيبى صعب قوي صعب صعب يعني لقعاتي فيه 30 ثانية طب بطل تمام لكن هنا شوف حضرتك هنا هنا سند على الأدوات اللي هي رفعاني على المية وبنقدر ننفذ التامنين المنتهي السهول هنا برفع رجليه بمقاومة وبنزل رجليه بمقاومة لكن لو حضرتك نفذته هنا في اللوكيشن هنا ممكن حضرتك تنفذه وانت حضرتك بتنفذه حتلاقي رجلك نزلت لوحدها هنا لازم تنزل بمقاومة مية بمقاومة مية اه بالضبط كده واغتبال حضرتك من كلمة ده بيعمل عليه أو بيساعد عليه ده بيقول عضلات يعني مثلا التامنين ده مركب بيقوى عضلات البط بيقوى عضلات الضهر بيقوى عضلات الفاغد أو الرجليه بشكل كبير الأمامي والخلفي مش الأمامي بس مش الضهر بس لا هو كده يعني مجمع كذا عضلات مجمعة مع بعض مشتغل على تحقية العضلة العضلات الجسمي بشكل عام تقريبا بالضبط كده بالضبط كده ومجهود أقل بكتير 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 يعني كويس فيه برضو تدريبات خاصة تانية هنشوف الفيديوات بتاعتي دلوقتي اه يعني فيه تدريبات تانية يعرض الفيديو عادي وأنا نقوله هو بيجهز الفيديو للعرض هيكون معانا دلوقتي التدريبات دي تدريب مشابه جدا للتامريين اللي كان قابله وهي برضو بيستخدام أدوات مختلفة وبشكل مختلف اللي فيه أريحية لللاعب دي بتتمارس أكتر لللاعبين يريد أن أقول أنه لو حد عنده ملل من صعوبة التامرينات في الجم أو سواء في مراكز التدريب أو الجري أو الستويدي بالضبط فقط التأهيل الماء الرياضي هو وسيلة هجيب نتائج أسرع وأفضل ومجودها آل ومش تحس بأي ألم ده عنده مثلا مشكلة في فقرات الرابعة والخمسة تمام احنا مطلوب مننا لو روحت لطبيب البشري حيطلب منه تقوية عضلات الضهر عشان يرفع كفاءة العضلات وبالتالي يشيد الحم من على المشاكل الموجودة في العمود الفقري كل ما يكون كفاءتك العضلية أعلى مع أرضتك للإصابة في العمود الفقري أقل وبالتالي بلو كانت قوية بالضبط كده فبييجي هنا بيجي ياخد تدريبات معينة دي نموذج منها بيرفع الكفاءة العضلية لعمود الفقري باستخدام نفس الأدوات اللي احنا بيستخدمها اللي انا شرحتها هي بتوبها كوار صغيرة وكوار كبيرة ونودلز وبردوت وهو حاجات بسيطة بسيطة كده بس بسيطة بسيطة اه زي الحاجات اللي احنا بنروحها لبها البحر بس يعني فيه شوية حاجات زيادة اه حاجات لعيفت على الأطفال وبشكل مقنن شوية وبشكل مقنن شوية طبعا المدرب يبعارف يحط كم كورة ويحط كم نودلز وكل الكلام ده بناءا بقى على الخبرة والطريقة اللي بتختار بيه بناءا على البرنامج اللي تم كتابته فيه أخطر ببرنامج فيه برامج فيه برامج كتير كويس كل حالة أو كل عميل ليه برنامج مختلف بالزبط كتا ده العميل نفسه ليه برامج مختلف العميل نفسه ليه برامج مختلف وده طبعا بيرجع للآيسات القبلية والبعدية للعميل يعني بختبره أولا بيجي بينزل معي أنا الأول كويس بينزل مع دكتور احمد اه بيحصل كتير صح كده هو يعني لازم الشخص اللي بيكون نازل ده يكون نفسيا يعرف يتعامل مع الشخص اللي هو نازل ده اه اه يعني لو هو شخص كبير يعتبره زي والده لو هو شاب يعني شاب يعتبره زي أخوه بيتكلم معاه لو هو طفل صغير يلعبه يعني لازم تروح للمستوى العقلي طبعا لازم لازم ارتاح لك كده بالزبط كده مش نازل ينفس يعني مش هو مش آلة لأن فيه حالات بيتيجي بيقولك احنا رحنا فيه مثلا رحنا سيه مثلا العلاج الطبيعي او كذا طبعا احترامي طبعا الناس كلها بيناموا على السري ويحط علينا الجهاز وخلاص كده احنا مضح ما فيش حد بيسمعنا واغلب المشكلات المرضية بتوبة موجودة ان عايز حد يسمعه أسناء ألم عاين اه يعني حد لك ممكن تروح يزور الطبيب البشري تقوله تقوله كذا يقولك اه ده سمعني ووريته الأشعات ووريته التقارير حد تاني وشف كويس حد تاني بيروح كاتب العلاج وخلاص لا لا وكمان احنا على طول في تواصل مع الطبيب البشري على أساس ان احنا نحن بوقفين على حالة بتاعته تقدمت قد ايه ومحتاجين نغير ووصلنا لقد ايه هل محتاجين نغير برنامج ولا لا عجبني اوي فكرة التعاون تعاون مع الطبيب المختص وان انا اتبع معي شوف انا وصلت لحد فيه في فيديو كمان معنا هنشوف دلوقتي مع بعض الفيديو جاهز ده يا فندم ده من تدريبات الاتزان للأطفال اللي عندهم مشاكل اللي عندهم شلل نصف او شلل كلي ما بيقدروش ياخدوا الخطوة بتاعتهم الطبيعية على الأرض بعد ما بيتقدم معي مستويه وبيقدر ان هو يقف وبيقدر ان هو ياخد يتجرأ ان هو يفرد ظهره ان هو يقف لان فيه حاجة اسمها السكافة الحرقية ان الطفل اصلا تعود ان هو يميل او زي حضرتك لو فيه اشخاص اللي بيلبسوا النظارة كله شوية بيقدر ان نظارفوش حتى لو هو قلع النظار العقل خاب على بالزبط كده نيكس معين تعود عليه بالطريقة معينة بالزبط كده عشان تتغير محتاج وقت والوقت ده مش قليل وبتدريب وبتدريج عشان يوصل للنتيجة دي بالزبط كده يا فندم هنا بقى بنبدأ نعودها على ثقافة تاخد حركة تاني رجليها لنقل الخطو لانه بيبقى رجليهم موقفة بشكل كبير والمفصل دوره بيبقى ضعيف يعني ما بيشتغلش عليه كتير فبالتالي المفصل ما بيشتغلش غير لما نقول له اتني رجبتك لكن لما بيتني رجبتك بقى بيتني رجبتك على طوله وبشكل مستمر خلاص دي عنده في ساكرته بيبدأ ان هو يبدأ يتني رجليه بشكل أوتوماتيك التمرين ده على نفس العميلة وهنا بنعمل لها لوت كبير جدا على الظهر ويمكن هنا بي رؤى برضو تقريبا اه ويمكن هنا في القدرة العضلية هنا كتمرين هي فقط نرجح يعني الاعداد دي يرجع تاني الفيديو اللي قابليه تمام بالضبط كده يا فاندم تمام هنا بنضغط جامد جدا على الظهر منطقة الوسط عشان نقبل عضلات الطولية الموجودة على مفصل الظهر أنا آسف على عضلات الظهر وده يعني يمكن هنا متقدمة عن أشخاص طبيعيين يقدروا يعملون نفس التمرين ده مع التدريب بقى مع التدريب اه اه مع التدريب اكتر من سيشن بقى بلد في خلال قدقائب توصل للتحسن ده هو في العموم دايما نسبة التحسن بتمه ممكن في أول شهر لكن أنا عشان أنا فاهم نفسية العميل في أول شهر معدل خمس جلسات في الأسبوع يعني عشرين سيشن اه أعراض زي حضراتك لو رحت الجيم حضراتك بتبني عليك الأعراض تقريبا في أول شهر لكن وفي الطب دورة العلاج ثلاث شهور بص بقى حضراتك ده من ناحية الكيميكالز اه تمام ايوه ما أنا قلت حضراتك العلاج الكيميكالز أسرع بكتير جدا من العلاج التحسن لأ أنا قول انه كمان ثلاث شهور اه هنتتكلم من نصيشن هنا لأ أنا في خلال شهر هيبدأ في تحسن العميلي هنا دايما بيسألني أنا في خلال قدقين نقوله في خلال أربع شهور لأنه ندي نفسي براحة لها جانب نفسي تاني أنه لما يلاقي نفسه يتحسن في أول شهر بيرفع معنوياته كتير جدا فيقول لك لا ده أنا هنكمل ستة شهور سبعا لحد ما نشفى خالص أي حد بيلمس تحسن بالزبط كده بسيط بيكمل هيزيد التحسن لو عشر في المية هيزيد عشرين وفي التحسن في الأول يقع صعب وبعد كده بيبدأ التحسن أنه هو يعني يزيد بقدر أعلى العلاج المائي نسبة التحسن في الأول بتبقى سريعة نسبيا سريعة لأ أنا أصدي هنا لما نقص سرعة أول شهر بسرعة رابع شهر مش بقيس بيني وبين مجال تاني أنا بقيس بيني وبين نفسي آه بين أكون النفس في الشغل بتاعه فأول شهر بتبقى نسبة التحسن سريعة أما كل ما بالشهر بتتأخر بتبقى نسبة التحسن يعني الظاهر أقل الظاهر أقل بتسهي أكتر ليه بقى أنا العضلات الكبيرة اللي في الجسم يعني كل ما حدرتك تشتغل في الفترة الأولانية كفائتها بتزيد بشكل كبير جدا تمام العضلات الكبيرة بيبقى فيها معدل الدم كمان أكتر المصارات العصبية بتاعتها أحسن بتستجيب بسرعة كبيرة جدا كل ما العضلات بتوصل مثلا لو أنا عندي مشكلة في دراعي كل ما بنوصل عايزة نوصل لكف إيدي كف إيدي عضلات أصغر بكتير بمحتاج شغل أكتر بكتير جدا ولازم تاخد غزاها من العضلة الكبيرة فلازم نغزي العضلة الكبيرة وبعدين نبدأ نغزي العضلة الأصغر نسبيا مع مع استكمال العضلة الكبيرة يعني نكمل الكبيرة موجودة وبعدين نبدأ ناخد معه الأصغر وبعدين الأصغر مع العدلة الأكبر شوية مع العدلة الكبيرة خالص تمام؟ وانتني ماشي لحد ما نوصل لكافة دقيبة نبدأ من الكبير صغير أصغر في الأصغر نبدأ من الكبير في الأصغر في الأصغر عشان كبير يدي للصغير لكن فيه حاجة بقى أنا بنهتم بيها بالنسبة للصغير والكبير اللي هو التمرنات الأرضية اللي هي فيها مرنات يعني لازم أدي مرنات لو فيه شخص مثلا فيه مثلا كتفه بيبقى مقفول ده لازم أعمله مرنات على الكتفة على طوط في المية برضو؟ ممكن في المية بس الأفضل أنه هو يبقى برر المية ممكن لو الإعداد يجيب حاجة تدريبات أرضي تدريبات أرضي؟ أه كويس ده اللي هو آخر حاجة قريباً هو الفيديو 21 أه اللي هو يوسف يوسف أرضي يوسف أرضي ده بيقدر ينفذ التمرين عنهوت فيه مرونة وفيه قوة في نفس الوقت يعني ممكن التمرين يبقى مراكلة فيه مرونة لمفصل الكتف وفيه في نفس الوقت بيقوة عضلات الظهر وبالتالي يبقى أنا كسبت يعني بعض الأحيان من اعتمد على الجزئين أغلب الحالات اللي عندها مشاكل عضلية بنعرضها للجزئين الجزئين الجزئين الخاص بالأرض لكن حالات الدمور العضلي ما بعرضهاش لمرونات بعرضها لتقويات على طول لأنه هو أصلا عنده العضلة أصلا فيها دمور يعني مش محتاجة يعني بتاخد مرونة بس بالنسبة وسطة جدا عشان تحافظ بس عسيشا مش أكثر فيه عندنا فيديو كمان هنشوفه فيديوهات تانية هنعلق عليها جايز الفيديو دي التدريب بقى يا فندي من الأرضي أهو أهو تمام ده الشكل ده عندك في المركز أيوة فندي يعني من أرض الواقع من أرض الواقع لأ من أرض الواقع وأنا اللي بوقف عليه أهو طيب تمام هو هنا بينافذ التامنين ده تامنين تقوية نعم ومرونا المفصل الكاتب في نفس الوقت تقوية لعضلات الظهر لأنه عنده إنحناء في العمود الفقري لتجاه الأمام كويس فبيقدر كده ينافذ كده المفرد له ضهره بحيث إنه هو يقدر يبقى فيه البلانس كمان يزيد عنه الاتزام اهو ده بالنسبة للتمرين الأرض التمرين الأرض اللي هو إحنا بنساعد فيه إنه العضلات بتاعة الظهر أول كتب مستقيم ويبقى فيه اتزام في الحركة وفي المش مع التأهيل المهي أرياضي فيديو تاني برضو هنتفرج عليه هنشوفه مع بعض دايما إحنا عايزين نقول للناس الفيديوهات أول أنا دايما بحب إنه يكون الفيديو للمشاهد يشوفه عشان يرى فريط الشغل يرى إنه فعلا الناس بتتطور فكرة الفيديو من بداية الشخص أو بداية العميل زي ما أخدارك بتقول من أول ما جاء يبدأ يحصل تحسر واحد من ثلاثة أربعة ده بيجينا إحساس بالأرياحية إنه كمشاهد إنه لأ أنا ممكن فعلا أتجرق وأجرب حاجة جديدة وحاجة مختلفة تساعدني فيه إنه أنا أحسن من حالة البدنية والصحية فيه فيديو كمان هنشوفه دلوقتي طيب إحنا دلوقتي كلمنا عن فيه فيديو جاهزة ونعلق عليه تماما دي هنا بنقوي فيها عدلات الظهر ومنقوي عدلات الظهر السفلية ومنقوي فيها عدلات الرجلين مع بعض طبعا باستخدام أدوات مقاومة اللي هي النودلة اللي احنا تكلمنا عليها من شوية وهنا بيقوي زي ما حدك شايف أن هي بتضغط جامد لتحت طبعا شو بقى ميكانيكية الوضعية دلوقتي دلوقتي هو بتضغط لتحت هي لو على الأرض هي تنزل تحت على طول هي مش خارف تطلع يعني هي كده في المية من نفس الوضعية في المية هي كده بتقوي عدلات الظهر وعدلات الرجلين الخلفية تمام؟ لكن لو هي برى المية في التمرين ده هتعوز تقوي عدلات البطن وعدلات الرجل الأمامية تمام؟ هنا لا العكس وفي نفس الوقت ترفيهية على البنت وحبها أكتر صغيرة بنت صغيرة صغيرة سنها تقريبا من 7 لتسع سنين بالتالي موضوع بالنسبة لها بتلعب بتلعب وبتتحسن وبتاخد بين الوحدة والتانية أو بين المجموعة والمجموعة وبتاخد فيها شوية لعب صغيرة كده تجمحها وحاجات من هذا القبيل بحيث أن هي زي ما احنا بنتعاملوا مثلا في المستشفيات الـ 57 تلاتة سبعة وخمسين والحاجات دي بيبقى فيها فكرة الرفاهية كده شوية يلعبوا كده ويفتحركوا الكلام ده كله وفي فكرة أنه الموضوع داخل هو ده وباطل أنت بتدي له حاجة في النص تفصل بيها الموت بتاعه شوية بعدين ينضل يكمل عشان كده برضو الاصطفة عندي لازم يكون كله لابس لبس الرياض ما ينفعش إنه هو يبقى لابس لبس لا أنا محسوا كمانا درجة الألوان كمان بتاعة اللبس تقل عليه دلوقتي هنا برضو بتقوّل عضلات الجانبية بتقوّل عضلات الجانبية اللي موجودة في الرجلين واللي موجودة في البطن وفي الطهر تمام؟ ودي اللي بيخفل عنها كتير من الناس عشان كده تلاقي اللي عندهم مشاكل في البلانس بيتمرجح كده ناحية الليمين وبتمرجح حد الشمال عشان يأخذ عزم من العضلات الكبيرة عنده إنه هو يقدر يتحرك من مكان لمكان تفعه بالضبط كده أنا بقى بحفظ له على لازم يبقى فيه نسبة وتناسب بين العضلات الجانبية والعضلات الرئيسية عشان نحفظ عليها وبالتالي هو ماشي بأحسن وأفضل يبقى إنه هو ماشي أحسن وأفضل مقاومات بتزيد كل ما عاوزة تزود مقاومات تزود النوزلز أو تزود أدوات تانية بحيث إنه هي في نفس الوقت بتعمل مرونة على الحوض عشان تقدر تفتح رجليها بشكل كويس كل ما هفتح رجليها بشكل كويس بنساعد عضلاتي إنه هي تقدر كفاءتها تبقى أحسن وتنقل الحركة من مكان لمكان طيب الناس اللي عندها مشاكل في الدورة نموية وتحركش بشكل كويس هل التدريبات دي بتزود من الدورة نموية حركة الجسم يعني يدخله دم بشكل مجسف وبشكل عن طريق تدليج بقى وعن طريق درجة الحرارة في المية بتعمل ده؟ طبعا إحنا في أول في أول حلقة خالص اتكلمنا عن درجة حرارة المية ده بيرفع الكفاءة يعني يا حضرتك لو لو في جزء مثلا في جسمك سعانت وبتقدرش تتحرك إلا لما بدف الجزء ده بتزود الملابس بتحتك لحد ما جسمك يدفع وبالتالي تقدر تتنفذ الحركة بشكل أفضل دي الجزء الخاص بدرجة حرارة المية الجزء الثاني وانت بتفذل الحركة في المية هي مجهدها أقل فلما بتعمل الحركة بتشغل العضلات فبتسري فيها الدم فبيبدأ كفاءة زيد بتاعة العضلات وكل العضل لما بيوصل لها دم كل ما كفاءتها بتزيد والمعدل بتاعها بيبقى أحسن وده بيحسن شكل الجهاز الدولي وعضلة القلب على الأجسام وفي نفس الوقت ما بيكونش فيها ضغط كبير على عضلة القلب بحيسن هو ما يعملهوش أي دروب موجود في جسم طيب فيه فيديو كبير معنا نعلق عليه دلوقتي هي هنا بنقوى بقى العضلات الظهر العليا مع عضلات الكاتب تمام وزي ما حضرتك شايف أهوة هي مسك الأدوات وهنا مستعينين باتنين مدربين حد مسكها وبيتقومها يعني والتاني بيشرح عليها التمرين وهي هتبدأ تنفس التمرين بعد المدربة التانية يعني ممكن في حالة واحدة أنزل اتنين مدربين من خير سأسألك بقى اتنين مدربين مع حالة واحدة إيه السبب؟ حسب احتياجة للحالة يعني الحالة دي محتاجين فيها مدرب واحد الحالة دي محتاجين فيها اتنين في حالات ممكن منزلتش معها مدرب دي بقى بيوبى صعبان عليه نفسه قوي أنه هو حالة ويمكن أصغر مني في السن ويكون إصابته برضو مش كبيرة يكون عنده مثلا رباط صليبي أو غدروس بتركبوله الأدوات لتركبه هو بيركب لنفسه يعني حيلائي فيه هنا فيه لمحمد حسن مفصل للرجبة وهو عنده مشكلة لو في فيديو تاني يا جماعة نجاهزه كويس تمام بيوبى عنده مشكلة في الرجبة فبالتالي ينفذ التمرين على في رجبته فيقدر أنه هو رجبته إذا كان بقى غدروف أو عنده غدروف أو رباط صليبي أو رباط هلالي أو عنده التهابات في مفصل للرجبة أو حيركب مفصل ومحتاج لازم يقوي عضلات المحيطة بالمفصل فالناس اللي عندها خشونة في الرجبة يروح يحقنوا بقى بلازم حاجات الالبي أربيض يحقنوا حاجات وبيعملوا حاجات في الجروب ويعود يدهنوا ومسكنات وكصة كده هل تاهيل الماء الرياضي ده ممكن يساعده في مشكلة تحسر التعالج بص هو حضرتك من حيث الجانب أن هو يركب مفصل أو ياخد حقن أو الحاجات دي من دي ما تخصناش خالص في التخصص بتاعنا دي قصة طبيب البشري هو اللي بيتكلم فيها وهو اللي يحددها يعني المركز مرورش أي تدخل فيه لكن طبيب البشري بيبقى محتاج حاجات معينة احنا بننفذوها اللي هي تقوية العضلات العاملة على مفصل للرجبة إذا كان هو حيركب مفصل لازم يقوي يعني كما بتجينا حالات حيركب مفصل ولكن الدكتور يقول له مش حركب لك المفصل إلا أن ما تقول عضلات بتاعتك عشان لما نيجي يركب المفصل يبقى فيه عضلات بتساعده مش حركب مفصل بقى وحيبقى شخص تلك لا لازم العضلات بتحقق جزء علاق طبيعي آه لازم قبل وبعد يعني طبعاً بيتوقف حسب الطبيب البشري ما بيقول ده محتاج قبل وبعد ولا محتاج قبل بس ولا محتاج قبل وبعد بس أغلبهم بيبقى قبل وبعد ده آخر فيديو هنشوفه عشان مفيه بديو لا فيه بديو كمل ردع بعديه ده الفيديو قابل الأخير خيس لا علشان الوقت انتهى ده الردع ده مهم بجده هنشوف الفيديو و هنشوف ان جماعا جاهز بس الفيديو الأخير اللي هو الخاص بいや الأطفال الردع يعني نختم بي الحلقة طيب هو دلوقتي إحنا تقريبا بننهي anyوقت الحالق الحادي ما يجزونا بس الفيديو الخاص بالأطفال الردع عايزين ندي رسالة أو نصيحة لسادة المشاهدين في التأهيل المائي الرياضي تمام هو أنا بس حاجة مهمة جدا عايزة بلاخها كل وليه أمر حيث أن أنت تبقى مهتم بالجانب التعليمي فقط لطفلك دي أكبر كارسة ممكن تتعامل بها كلمة التربية من السهلة نهائي لازم تتعامل مع طفلك أنه هو يعني بني أدم وأنه هو ليه جانب تعليمي ده مهم الجانب البدني ده مهم جدا 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 بالذات أنه إحنا مبقاش زي زمان فيه أكلنا زمان مثلا ممكن نزيله لعابه في مدخل البيت أو في الشارع بالوقت كل أسرة أفلى على ولادها في البيت ويأما قدام التاب يأما قدام اللاب يأما أي حاجة فيها تكنولوجي فلازم أنه هو يهتم بالرياضة ده جانب مهم جدا وهو ربنا خلقه أنه عنده قدرة حركية كبيرة جدا ولازم تستغل فأنت حاول تستغلها بدل ما يحصل مشكلة لأنه في حالة جتيل جدا بيجي يعني ابنه طبيعي وبعد كده حصله انتكاس مش مولود بحاجة أو نقص اكسوجين أو إحلاء خالص بيجي بيبقى عنده مشكلات وبالتالي هو بيدفع ضريبة لأن الجسم ما بينساش بيدفع ضريبة دي أنه هو بتحطي تحت تدريبات كتير جدا عشان يرجع للمستوى الأول وممكن في الحالة دي بقى يأثر على جانب التعليم بتاعه يعني يتركز زي ما يتركز على جانب التعليم يركز على الجانب بالضبط كده حاول تعمل بالانس برضا بالضبط كده بالانس العضلات لازم نعمل بالانس الجسم بالضبط وما لهاش علاقة بإذا كان صف ولا شتا حدث بص لو بصيت في التاريخ هنا ده التاريخ هنا تقريبا في شهر واحد مستاشر واحد تقريبا في الشاشة بعيدة شوية تمام والأطفال دول أو الردع دول عندهم ثلاث شهور تمام؟ ثلاث شهور ونعمر ثلاث شهور ويبدأ ينزلوا المياه ده بيسهل لهم كتير جدا يعني أهليهم طبعا وجدوا أن فيه تحسن كتير جدا وزيراتهم للطبيب بقت أقل بكتير نتيجة المياه الدافية وحركتهم في المياه بشكل تلقائي يعني زي ما كان الطفل بيعمل في رحم أمه فبالتالي بيرفع من كفاقته وبيقدر ينفذ تمام بشكل أحسن وأجمل طور أحمد أنا نفسي الأكمل الموضوع شيق ومسير ورائع كنت أتمنى أننا الحلقة طول أكتر من كده ونتكلم عن هذا الجانب من الجانب العلاجية ولكن عندنا شوية خلاص إن شاء الله حلقة جديدة هنتكلم بكتر طور أحمد محسن نصر خبير تأهيل ألماء الرياضي والمحاضر بجامعة دوبر الأمريكية العلوم الرياضة بشكرك شوك أعلم بجرد لكشين الكلام في كل مكان بشكرككم لحسن المتابعة حد ما شوفكم حلقة جديدة لكم من كل التحية والتقدير أنا خالد صقر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم